صدمات جديدة يتعرض لها مسلمو الهند بسبب استمرار الانتهاكات العنصرية ضدهم في بلد تقول الحكومة إنها تحترم التنوع الثقافي والديني فيه آخر هذه الصدمات قرار إحدى المحاكم في ولاية جوجارد غرب الهند بالإفراج عن أحد عشر هندوسيان حكم عليهم بالسجن مدى الحياة ذلك بعد اغتصابهم بشكل جماعي مسلمة عام 2002 ضمن هجمات تسببت بمقتل المئات وحرق عشرات المنازل وفي التفاصيل تنقل وكالة رويترز عن الضحية بليكس بانون قولها إنها تستغرب من قرار المحكمة الإفراج عن هؤلاء المتهمين الذين قضوا 14 عاما في السجن بعد أن قاموا باغتصابها وهي حامل وقتلوا سبعة من أفراد عائلتها ثم وصفوا لاحقا بوصف الأبطال هذه التصرفات من قبل الحكومة غير مقبولة وغير مسؤولة تعطي إشارات للمجرمين والمختصبين بعمل ما يحل لهم ومعرفة أن جرائمهم ستمر دون أي عقاب وهذا عار في بلد مثل هند حماية المغتصبين ومرتكبي الانتهاكات ومعاقبة الضحايا جملة باتت تتكرر كثيرا في الشارع الهندي في ظل التهاون الذي تبديه حكومة مودي والذي امتد إلى إحراق وهدم بيوت المسلمين في الهند من قبل جماعات هندوسية متطرفة وصولا للإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام من قبل ناطقين باسم الحكومة نفسها واقع يحول الهند بحسب صحيفة انديبندند البريطانية مع احتفال البلاد بالذكرى الخامسة والسبعين على استقلالها يحولها إلى دولة تمييز عنصري حيث استقال في تموز الماضي آخر نائب مسلم في حزب بهاريت ياجانتا في بلد يبلغ عدد مسلميه مائتي مليون نسمة يجري التمييز بحقهم بشكل مؤسساتي كجزء من الخطاب الحكومي ما سيؤدي بحسب الصحيفة إلى تداعيات خطيرة على البلاد ما لم يتراجع الحزب الحاكم عن سياساته